على أي أساس نقرر الحقوق؟ يعني إحنا من نقول حق ومو حق على أي أساس نقرر الحقوق؟ ما هو الميزان في تحديد الحقوق؟ هذه مسألة حقوقية، مسألة في علم الاجتماع، مسألة في علم النفس على أي أساس إحنا نقرر الحقوق؟ ما هو الميزان في تحديد الحقوق؟ مثلا نقول من حق الإنسان أن يأكل الحيوان طيب من الذي قرر هذا الحق من حق الغابات أن نحافظ عليها من الذي يقرر هذا الحق من حق مثلا الأسجين أن لا يعذب طيب من يقرر هذا الحق ما هو الميزان في تحديد الحقوق نحن نقول المدرسة المادية عاجزة عن وضع لائحة للحقوق كيف عاجزة؟ أنا أذكر لك عدة عدة مبررات لعجز المدرسة المادية عن وضع لائحة للحقوق والقيم المبرر الأول انتفاء الفارق الجوهري بين الإنسان والحيوان فرانسيس فوكياما صاحب كتاب نهاية التاريخ يقول بناء على التفسير المادي للحياة فالحياة طبيعة بلا تصميم بلا هدف هذا هو التفسير المادي الحياة طبيعة بلا تصميم بلا هدف طيب بما أن الإنسان جزء من الطبيعة إذن الإنسان كتل مادية لا فرق بينه وبين الحيوانات الأخرى أبدا الإنسان كسائر الحيوانات كسائر الكتل المادية التي تخضع للقوانين الفيزيائية والكيميائية ما كمائز للإنسان على غيره بناء على المدرسة المادية لا يوجد فارق جوهري بين الإنسان وغيره وإذا لم يوجد فارق جوهري يتساءل فوكيامة على أي أساس نقول من حق الإنسان أن لا يقتل وليس من حق الحيوان أن لا يقتل على أي أساس نحن نقول يجوز قتل الحيوان حتى يأكله الإنسان لكن لا يجوز قتل الإنسان على أي أساس قررنا ذلك ما دام لا يوجد فارق جوهري بين الإنسان والحيوان بناءً على التفسير المادي بناءً على التفسير المادي يقول من حق الطفيلات طفيليات المعاوية والفيروسات الضارة من حقها أن تعيش لأن ما في فرق بينها وبين الإنسان إذن لها حقوق مساوية لحقوق الإنسان التفسير المادي للحياة يعجز أن يفرق بين الإنسان وبين غيره الجميع كتلة مادية إذن الجميع له حقوق متساوية لماذا نميز الإنسان على غيره؟ لماذا نقول الإنسان من حق أن يعيش ويأكل الحيوان من حق أن يقضي على الفيروسات من حق أن يقضي على الحيوانات الضارة ليش من حقه؟ لا يبقى فرق بين الإنسان وبين غيره